في مبادرة انسانية بمناسبة عيد الفطر المبارك اعلن الجيش الوطني الليبي وقف اطلاق النار من جانب واحد اعتبارا من مساء الاربعاء وذلك لتجنب سفك الدماء في هذه الايام المباركة المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري اعلن ان القيادة العامة قررت تحريك القوات بعيدا عن ترابلوس بجميع محاول القتال لمسافة اثنين الى ثلاثة كيلو مترات بهدف اعطاء الفرصة للمواطنين لتأدية الشعائر والتواصل استعدادا لعيد الفطر كما دعا المسماري حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج الى الاستجابة للهدنة لانشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه حدة المعارك في ليبيا مع زيادة التدخل التركي مما ادى الى انسحاب الجيش الوطني من قاعدة عقب بن نافع في الوطية الجيش الليبي اكد ان انكارا نقلت الاسلحة والمرتزقة للقطال بجانب صفوف الميليشيات وان المجتمع الدولي يرى ويعلم جيدا حجم التدخل التركي في ليبيا فيما اكدت رئيسة البعثة الاممية الى ليبيا ستيفاني وليامز امام مجلس الامن الاتهامات الموجهة لحكومة السراج موضحة انها لم تتقيد بوقف اطلاق النار المعلن مشيرة الى ضرورة الالتزام بقرارات حظر توريد السلاح الى ليبيا موسيقى 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 شكرا